اشتركوا في القناة وقعات التواريخ اللي أنا بذكرها أو الأرقام أو الساعات اللي أنا بذكرها كلها بتوقيت جرينج يعني بذكر بتوقيت جرينج بعض الأوقات ممكن أذكر بتوقيت الأردن ولكن لازم أحكي التوقيتين يعني الأساس هو توقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينج لها ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل طيب في أشخاص بيسألوا بقولك طيب القمر في شرفه أو في بيته وهو سعيد وكيف للمضرة والمشاكل يعني بمعنى آخر أي واحد بده يقتص من شخص أو بده يحصل حقوق لإله أو عمل مشاكل في هذا اليوم أو عمل مضرة لأي إنسان طبعا أنا ما بذكر هاي الأمور ولكن عشان الكل يفهم إيش يعني قمر سعيد ومنزلة مش سعيدة ففي هاي اللحظة اللي بيعمل المضرة واللي بيعمل المشاكل هو المنتصر لأنه القمر بساعده في هاي الأمور هيك عشان تفهموا توازنوا ما بين كيف منزلة سلبية مع قمر إيجابي أو منزلة إيجابي مع قمر سلبي يعني عشان توضح الأمور أكثر القمر الآن موجود في برج السرطان اليوم كامل في برج السرطان وحكينا لما القمر بيكون موجود في برج منشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الأمان لنا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات منا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه ممكن بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الطعام يعني شهية أكبر من الشيء الحادي علينا تجنب انتقاد الغير لأنه في هاي اللحظة بتكون حساسيتهم في أوجها وهذا الشيء ممكن يسوي مشاكل بوسعنا في هاي الفترة الاهتمام بأمور إلها إغلاقة بالبيت أو العقارات أو زراعة نبتة الديكور شجيرة جديدة الاهتمام لأطفالنا المناسبات العائلية وبرضو ممكن قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي تقريبا مأثرة أغلب الزوايا تقريبا انتهى تأثير هذا اللي تأثير المنفصل الخفيف وإحنا ما بنحكي عنها الآن في زاويتين هم اللي مأثرات بطيئات الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية هاي اليوم بدأ تأثيرها هاي اقتران ما بين الشمس وما بين عطارد هي ذروتها يوم 29-11 ولكن هي رح تستمر من اليوم لغاية يوم 5-12 كتأثير علينا عادة لما هذا الاتصال بصير بتعزز قدرتنا الفكرية أو بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب بيتعذر علينا فهمه بالأيام العادية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بالنسبة للأمور الدولية بما أنه إيجابي فهاي بتدل على نشاط أكثر في الميادين الإعلامية والصحف حول أعمال وإنجازات بتتعلق بالحكومة أو الملك أو الرئيس ممكن تقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات أو مفاوضات أو شراكات أو اتفاقيات مع بعض الدول الاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم وتدريس وتطويره محو الأمي والاهتمام بشؤون الشبيبة هاي الفترة بتشهد كذلك حركة أكبر لشبكات الطرقات والوسائل النقل والمواصلات وبتعمل رواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلومات بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية منفصلة هي زاوية تسديس اللي حكينا عنها بين الزهرة وبين المريخ وهي رح تستمر لغاية تسعة عشر اتناعش ورح تظل منفصلة أساساً ما إلها اتصال تأثيرها أنه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة إلها علاقة بابتكار أو اكتشاف أحد الأدوية الناجحة لمرض ما بالفترة هاي وبرضو إلها علاقة بالتواصل العاطفي ما بين الجنسين أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وهي تأثيرها بس اليوم وخصوصاً اللي هي ما بين القمر وما بين الكواكب الأخرى تأثيرها طبعاً طول اليوم بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية واربين دقيقة صباحاً أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي اللحظة بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة واربعة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع على الاهتمام بصحتنا بشكل أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة مساءاً بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسم البني آدمين الأكثر حساسية هي المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف في الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير هذا بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغط الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللي انفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي بهاي الفترة يتوجه للطبيب لفحصها طبعا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مناسب لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح للقص التجميلي أو القص الشعر العادي أو الصبغ لا يصلح له بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب برضو ما في أي مشاكل ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو البندول أو البراستامول كل ست ساعات حبتين لمدة ثلاث أيام بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 24-11 بيبدأ في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 53-58 دقيقة بعد العصر لا ينتقل القمر لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر فلكيا هو انحصار المحدد 19 يوم في تمام ساعة 5-41 دقيقة مساءا بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 سعيد بنسبة 30% القمر في السرطان حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 30% الآن ولكن مع ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 60% وطيلة النهار عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 70% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس ما زال بديتراجع في الثور حتى يوم 18-1 تراجعه منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بيتركز كل اهتمامكم اليوم على البيت والعائلة اليوم بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة واللقاءات العائلية أهم شيء أنه اليوم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص من أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من تصليحات أو مشتريات أو ترتيبات أو مناسبات أو اجتماعات أهم شيء أن تحاضروا التصرف العدائي حاولوا ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع بعض العتاب أو اللوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح برج الثور ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفريات والاتصالات لكثير اليوم التنقلات لاهتمام بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية أهم شيء أن تكونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان حاولوا أنك تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات يعني الأجواء شوي متحفظة فعشان هيك امسك أعصابك حاول أنك ما تترك مجال للغموض بأي تصرف بتقوم فيه باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم زي ما حكينا ما رح تهدأ وطيرتك اللي عنده امتحان أو مقابلة رح يكون لصالحه برج الجوزة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو ديون مثلا يحصلوها أو يحصلوا على هدية ما أهم إشي أنك تخففوا من النفقات ممكن تناقشوا اليوم موضوع إلو علاقة بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها أو بترغب فيها اليوم تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم إشي أنك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم إشي أنه اليوم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع عندكم المعنويات والأجواء بتصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة وخصوصا انطلاقة هاي بتكون لعمل جديد أو صفحة جديدة في حياتكم بتحملك هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر وخصوصا مع انتقال العطارد واللي بيجهز حاله للانتقال الشمس اللي بدها تنتقل كلها هاي الأمور بتكون لصالحك برج الأسد طبعا القمر في مكان اللي هو يعتبر بيت متاعبكم فبيسيطر التعب عليكم حاولوا انكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا انكوا تخلدوا للراحة الظروف مش مؤاتية مثل ما بدك يعني الظروف مخيبة للأمال شوي ممكن تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو التعب الجسدي خلال هاي الفترة ضغطات بتكون أكثر لأنه القمر في بيت المتاعب ممكن تفشل أعمالك أو يعني ما يكون فيه حصد نجاح وهذا الشيء ممكن يخيب آمالك بسبب تأجيل أو الغاء في اللحظات الأخيرة لبعض الأمور اللي أنت بتعتمد عليها برج العدرة بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أي أحد ما بناسبك العمل إلا من ضمن مجموعة بتكون من الزملاء أو من الأهل أو من الأصدقاء أنت بحاجة اليوم للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لا إلك ممكن تحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اليوم إثبات جدارتكم والمحافظة على مصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معك مثل ما بدك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح لأن الفترة هاي هي أساسا بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو المراسلات أو الامتحانات الجامعية أو القضايا القضائية أهم إش أنك تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش اليوم أجمل اللحظات وأكثرها حظاً اليوم على كل المستويات حتى على المستوى العاطفي جيد لك الأجواء بتختفي عندك المنافسات والعدوات وهذا الشيء بيسهل عليك جميع تحركاتك أهم إشي أنك ما تقف ساكن وتتحرك لحظ النجاحات برج القوس بتنهم كل يوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم إشي أنك تتصرف اليوم بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولا ععادة بعض الأمور لنصابها بدك تحاذر من مخالفة القوانين ومخالفة التعليمات حاول أنك ما تفرض رأيك أو ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو موضوع إداري فعشان هيك بدك تكون مرن وتقدر تتحاور بليوني برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة طبعا القمر لما بيكون مقابلك معناته في إيجابية وفي سلبية لأن طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك هاي فترة بتكون متوترة ممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين لا ما فيه أي مشكلة في هيك إشي أهم إشي أنك ما توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد أهم شيء تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم لأن الصحة أهم شيء اليوم حاولوا إنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع أحد أفراد العائلة حذروا من تراجع الصحي غيروا من أولوياتكم إذا دعت الحاجة حاولوا إنكم ما تعندوا باكروا للعمل تفادي لأي تأخير في العمل أو أي سوء تفاهم ما بينك و بين زملائك في العمل برج الحوت طبعا الأجواء ممتازة جدا اليوم القمر في بيت الحظ بيت العاطفي بيت الهوايات والرغبات فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم يتقدم لك أو تقدم على فرصة مناسبة للمصالحة أو لتسوية وبرضو ممتازة للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية قدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا فبنقدر نحكي أنها هاي فترة إيجابية جدا ممكن تحصل مكاسب من خلالها يعني رائعة فحاول أنك تستغل الظروف بشكل جيد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله و رضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله و حفظه إلى اللقاء